انظروا إلى القلب الذي رسمته هنا حيث يوجد هذا الوعاء الدموي الرئيسي وهو الأبهر يتفرع من الأبهر ثلاث أوعية رئيسية ضخمة أولاً يوجد الشريان العضدي الرئيسي الذي يمتد إلى الأسفل قليلاً متفرعاً إلى الشريان السباتي الأصلي الأيمن والشريان تحت الطرق والأيمن الوعاء التالي هو الشريان السباتي الأصلي الأيسر وأخيراً هذا الوعاء الموجود هنا يسمى الشريان تحت الطرق والأيسر هذه أوعية دموية ضخمة وهي من يمد سائر الجسم بالدم يمتد الشريان الأبهر إلى الأسفل هنا لكن بواسطة هذه الأوعية يحصل الجزء العلوي من الجسم على الدم يغذي الشريان العضدي الرئيسي بصورة كبيرة الجزء العلوي الأيمن ويغذي الشريان السباتي الأصلي الأيسر وتحت الطرق والأيسر الجزء الأيسر من الجسم ذكرت هذه الشرايين للحديث عن التهاب في الأوعية الدموية يسمى التهاب الشرايين تاكاياسو يؤثر على هذه الأوعية الدموية الرئيسية الخارجة من القلب وهو التهاب أن يصيب الأوعية الدموية الكبيرة وهذه الأوعية الرئيسية هي الأكبر في الجسم إذا نظرتم إلى الشكل أمامكم سترون الشريان العضدي الرئيسي يتفرع إلى الشريان تحت الطرق والأيمن والشريان السباتي الأصلي الأيمن ما الذي يحدث في التهاب الشرايين تاكاياسو؟ يحدث تضيق ناجم عن التليف وتندب في الأوعية الدموية بسبب الالتهاب المتكرر أي أن هذه الأوعية الدموية الرئيسية مليئة بالندب سيواجه الدم الذي يمر من هنا مقاومة وسيرتد مرة أخرى مسبباً اضطراباً في تضفق الدم هذه القوة المتناقصة تؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم ستلاحظون أن معدل مرور الدم من هنا يتناقص وهذا يعني نقص في تضفق تيار الدم أي أن كمية أقل من الدم تستطيع أن تمر ولا يتم دفعها للأمام بقوة هذا الأمر غاية في الأهمية عند دراسة الأعراض التي يعانيها المريض سأبدأ بالذراعين لو تحققتم من النبض عند هذا المريض ستلاحظون أنه لا يوجد نبض وذلك لا يعود إلى أن قلب المريض لا ينبض لكن لأن الدم لا يصل إلى الذراعين فحسب تذكروا أن النبض يتولد من ضغط الدم وإذا كان ضغط الدم يتناقص فإن النبض سيتناقص في الحقيقة يطلق على داء تكياسو أحياناً اسم مرض غياب النبض تجدر الإشارة إلى أن هذه الأوعية الدموية لن تتضيق بنفس الطريقة فقد يكون التضيق في الشريان تحت الطرق والأيسر أكثر من التضيق في الآخرين وهكذا سيكون لديكم تناقص كبير في ضغط الدم هنا في الجزء الأيسر من جسم المريض في حين تناقص ضغط الدم في الجزء الأيمن من جسم المريض ليس بنفس القدر من المحتمل أن تشعروا بنبض المريض هنا لكن ليس في الجانب الأيسر هذا يفسر التباين الذي تلحظونه عند قياس ضغط الدم في أحد جانبي الجسم مقابل الجانب الآخر مثلاً هناك تناقص في تضفق الدم في هذا الجانب لكنه ليس حاداً بالتالي قد يكون ضغط الدم منخفضاً في هذا الجانب لكن ضغط الدم في هذا الجانب منخفض أكثر أما بالنسبة للشريان السباتي الأصلي الأيمن والأصلي الأيسر فإذا كان هناك تضيق في هذين الشريانين فسيكون تضفق الدم إلى الدماغ منخفضاً ما قد يؤدي إلى مشكلات بصرية وعصبية فالدم لا يصل إلى الرأس وقد تلاحظون تناقص في الإدراك وسيشعر المريض بالدوار لأن دماغه غير قادر على العمل فليس لديه أكسوجين كافي كما قد يشعر المريض بالنعاس أما إذا لم تصل كمية كافية من الدم إلى العينين من المحتمل أن يعاني المريض من تغييم الرؤية أو رؤية مزدوجة وصعوبة في الرؤية بصورة عامة وعند انسداد الشريان السباتية لو استمعتم بالسماعة الطبية هنا فستسمعون ما يسمى باللغض إنه صوت اندفاع الدم من خلال هذه المنطقة لو تحسستم ذلك باليد فستشعرون بما يطلق عليه الاهتزاز وهو ناجم عن اندفاع الدم أسفل الأصابع هذه هي بعض العلامات التي ترونها في التهاب الشريين تاكاياسو أخيراً لتشخيص التهاب الشريين تاكاياسو ستلاحظون أولاً أن المريض يعاني من ارتفاع في سرعة ترسب كريات الدم الحمراء المعروف اختصاراً بـ ESR وهو فحص مخبري يجرى عند الإصابة بالالتهاب الحاد وهذا يعني أن المريض يعاني من التهاب ما وهذا هو الحال في التهاب الأوعية الدموية بعد رأية الأعراض السريرية ستحتاجون لأخذ خزعة وأخذ قطعة من جدار الوعاء الدموي من الداخل أكثر أماناً من أخذ قطعة كاملة من الجدار من الخارج وعند فحصها تحت المجهر تظهر لكم هذه الخزعة الأورامة الحبيبية وهي كريات دم بيضاء تحاول أن تعزل شيئاً تعتقد أنه جسم غريب فهناك جسم غريب في الأوعية الدموية يتفاعل معه الجهاز المناعي تتكون هذه الأورام الحبيبية لفصل هذا الشيء الغريب وعزله لحماية الجسم أخيراً بالنسبة لعلاج التهاب الشرايين تاكاياسو فالعلاج هو الستيرويدات حيث تستخدم الستيرويدات لمنع جهاز المناعة أي كريات الدم البيضاء من التحرك إلى الأوعية الدموية وبدلاً من ذلك تستمر بالتضفق مع مجرى الدم ولا تسبب أي مشاكل تمنع الستيرويدات أيضاً إفراز البروتينات والببتيدات المناعية والجزيئات المناعية التي تؤذي الأوعية الدموية يتم إيقاف هذه العملية لتقليل الضرر الذي يسببه الجهاز المناعي هكذا تكونون قد وصلتم إلى نهاية الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر